هنرح مع حضراتكم الخبر تاني مهم لأنه كمان فيه أرقام لاتحاد الإفريقي لقرة القدم أعلن عن إقامة هنا قرعة الدوري التمهيدي لبطولتين من الكلم دوري أبطال إفريقيا وكمان الكونفيدراليلي اللي هيكون غدا يوم التلات تسعة أغسطس هتكون بالقاهرة هيتم بقى إعفاء ستة أندية من الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقي طبعا للأهلي والوداد المغربي والتراجي التونسي والرجاء المغربي وسان داونز الجنوب إفريقي وتيبي المازينبي والكونغولي وبكده أعتقد حيشارك فريق الزمالك في بطولت بقى دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي اللي جات في موعده على النحو التالي حضراتكم برضو لأن الأرقام مهمة أو الموعيد بتهم فئة كبيرة هنبدأ بالجولة الأولى من تسعة لحداشر سبتمبر ستاشر لتمنتاشر سبتمبر من طبعا نتكلم العام الجاري الجولة التانية هتكون من سبعة لتسعة وأكتوبر ومن أربعتاشر لستاشر أكتوبر برضو من العام الجاري والأمر دا حتقرر مع بيرامدس برضو في الكونفيدرالي اللي حيبدأ مع دور الثنين وثلاثين الأول أما بقى فيوترل لو هنروح لفيوترل حيبدأ مشواره في الكونفيدرالية من الدور التمهيدي يعني طبعا في مشاركته الأولى دا يعني معنى الكلام كده أن مباراة الذهاب في الدور التمهيدي حتقام من تسعة لحداشر سبتمبر المقبل ومباريات الإيهاب حتقام من ستاشر لتمنتاشر برضو من الشهر ذاته دا بالأرقام عشان ناس كتيرة برضو كانت بتتساءل موسيقى